السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم مصطفى وان قناة مستر بونتك بمناسبة اني حقربنا على الفين مشترك فانا هبدأ اعمل سلسلة جديدة اسمها دردشة السلسلة دي هتبضل مستمرها معنا لحد اخر يوم في القناة السلسلة دي هنتكلم فيها تقريبا ممكن يعني مثلا في الاوقات اللي احنا مش بفي افكار لفيديوهات او مش هنبدأ نعمل فيديو معين او مستنيين حاجة معينة هنبدأ نستغل على السلسلة دي مباشرة فيه ان احنا نبدأ نعمل دردشة سلسلة اسمها دردشة السلسلة دي هنبدأ نتكلم مع بعض ان انا هسيب الماوس وابدأ اتكلم معاكم على موضوع معين من اختياركو انتو بالنسبة للكومنتات او من اختياري انا كالو مثلا في الكومنتات ما لقيتش موضوع معين او ما كانش فيه كومنتات على حسب الموضوع اللي انتو عايزينه او حد قال لي اختار مثلا موضوع معنا على صفحة الفيسبوك وانا هبدأ اتكلم فيه فاي موضوع انت ممكن تختاروه فانت ممكن تعمل لايك الفيديو ده اهم عكد تعمل لايك الفيديو ده عشان اعرف ان هي عجبتكو وتعمل كومنت بالموضوع اللي انت عايزنا نتكلم عنه طبعا دي هتفيدكو اكتر مثلا في تسليف الصيام مثلا في رمضان هنسلس يومنا بنحن نعمل فيديوهات زي دي ونبدأ نتكلم مع بعض على حاجات بقى اللي ربح من انترنت على حاجات في شركات الاعلان على ايه هي افضل شركة اعلان على ايه هو افضل موقع اختار رابط على ايه احسن الحاجات اللي ممكن تستخدمها افضل استراتيجيات حاجات كتيرة جدا لكن مش هنتكلم طبعا على الاستراتيجية معينة او على حاجة معينة هنتكلم على حاجات عامة تمام على طول الربح بطريقة عامة ولكن تحت مسمى كلمة دردشا يعني هنتكلم مع بعض ويه برضو في الاوقات الجاية القرعيبة جدا لوه يعني انا اول ما اخلص امتحانات احتمال اتواصل مع الناس بفيديوهات بشكل يومي تقريبا ممكن يبقى بشكل يومي اتواصل معاكم بشكل يومي ان انا اصلا يعني هبقى اعتفاضي في البيت فانا الافكار هتواصل تيجي في دماغي برضو في فيديوهات كترة جدا في دماغي كترة جدا ما لهاش عدد والله معزين في دماغي ولكن الامتحانات مغطية بشكل كبير جدا انت لما بصور الفيديو ده هنا ده تاريخ الهجري فانا بصار الفيديو ده بتاريخ واحد خمسة الفين وسبعة عشر مش عارف ممكن نزل الفيديو ده امتى ممكن نزله بكرة ممكن نزله بعد بكرة شوف تفضل زاكر اللي اخر ببيتك هنسقط يعني زي هانت شايفين ما تكرتش لسه اي حاجة وربنا يسهل خلينا نكمل الموضوع فحلقة النهاردة هي اوي حلقة من حلقات الدردشة وهنتكلم فيها عن ايه هو افضل مواقع اختصار الرابط وايه هي العوامل اللي انت هتستخدمها فانك تعرف ان هي مواقع افضل اختصار الرابط هنقرر النهاردة بين ثلاث مواقع لاختصار الرابط الموقع المشهورة جدا بتاعتنا هي جيتس url اللي هو كاتس url واللنكاوي ثلاث مواقع دول احنا قلنا فيه مواقع عالي فيه سي بيم فيه مواقع متوسط فيه سي بيم فيه مواقع اقل منهم بسن نفس سي بيم تمام ولكن كل واحدة فيهم ليه همميزات وليه عايوب احنا نتكلم على كل مميزة فيهم وعلى كل عايب وانت كمستخدم تستخدم ايه بالنسبة ليك انت بالنسبة للمتاح ليك تمام هنتكلم في اول حاجة على العوامل اللي احنا هنكرم بينها فنتكلم مع بعض كدا على العوامل العوامل هي اول حاجة هو ال CBM لكل شركة اللازم نعرف ال CBM لكل موقع من الموقع دي هو ايه الاعلى في CBM تاني حاجة لازم نتكلم على وسائل الدفع دي مهمة جدا 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 وهنتكلم عنها بشكل بشيء من التفصيل كمان شوية لما نوصل لها فوسائل الدفع دي حاجة مهمة جدا وهي حاجة مفرغ منها يعني انها مهمة جدا 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 وتالت حاجة وهي مهمة جدا جدا ولطة كل اهمية عن باقية الحاجة اللي انا قلتها اللي هي سي بي ام ووسائل الدفع هي تكرار الضغطة من نفس الاي بي اللي هي الضغطة من نفس الاي بي هنشوف كل ده مع بعض وهنتكلم عنها بالتفصيل اول حاجة هو سي بي ام اللي هنتكلم عليه وهنستمول ثلاث حاجات أول حاجة CBM الدول العربية CBM الدول الأجنبية CBM الكلي أول حاجة مسلاً لنكاوي بمأنه هو الأعلى في CBM لو رحنا عند CBM بتاع legitimately هنرى أنه هو الأعلى مش لازم نجيب لكم CBM لأنه طبعاً كناش رحنا نقبر كده ف dirty هو أعلى منهم بكتير الـ تو كانت 언ksomادة مصر كدول العربية سبعة دولار فيены طبعاً الدول الأجنبية هو أقل شوية من باقية المواقع ولكنه هو برضه أو يعطيه قد بقية المواقع يعني الانكاوي هو في الـ CBM هو الملك الانكاوي الملك في الـ CBM هو الأفضل في اختصار رابط في الـ CBM بس تمام له هو الـ CBM 7 دولار للدار العربية يعني مثلا الدار العربية بيتلاوح الـ CBM بتاعها من 4 دولار لـ 8 دولار وده ممتاز جدا تمام من 4 إلى 8 وده ممتاز لذلك الـ CBM الكلي في الانكاوي مستحيل يقل عن الرقم من انت شايفينه ده يقم بيبقى 6 دولار و 5 دولار وانت طالع يعني الرقم ده ما بيقليش عن كده 4$ ونص ما بيقليش عن كده طيب تمام جدا نيجي عندي COATRL COATRL برضو من السي بي ام الجميل جدا في COATRL تمام COATRL برضو السي بي ام بتاعه كويس ما يعتبرش قليل ولكن برضو زي ما انت شايف السي بي ام الكل هو متوسط هو متوسط شوية يعني يا قل من ده بحاجات بسيطة ولكنه متوسط لذلك نستنتج من كده ان السي بي ام بتاع الدول العربية بما ان احنا عندنا في القناة بتاعتي كمثال هو دول عربية اللي بتخخش على القناة فكل الناس اللي قال في دول دول بدول عربية. فإحنا كده ده JKM الكل بتاع الدول العربية. تمام؟ في دول العربية متاعه هو ممتاز برضو. من 3$ وانت طالع. وممكن 2$ لحد مثلا 8$ 2$ ل8$ بيتروح بين الحاجات دي. وعشان كده متوسط السب ام عندك تقاتل دولار وشوية فده برضو يعتبر ممتاز تمام ونيجي بقى عند جيت سو ار ال جيت سو ار ال برضو السب ام بتاعه كويس مش هنقول وحش طبعا كان هو الافضل في الاول بخمسة دولار وانت طالع في البداية من اول ما نزل كان بخمسة دولار وانت طالع هو جيت سو ار ال كان ممتاز جدا والناس كان بتستقادمه كتير جدا لكن طبعا حصلت الحاجات الكتير اللي حصلت فيه ان السب ام بدأ يقل التدريجيا لحد ما وصل للمستوى اللي انتم فيه ده او المستوى اللي هو الموقع زي ما انتم شايفين مسلا كنت وردت له قبل كده ان السب ام الكل في الموقع ده بدأ يقل في شكل كبير جدا ووردها لكم بالدليل زي ما نشايف سب ام فوق كان عامل ازاي تلاتة وسبعتاشر وهنا مش عارف كيف تلاتة سبعة اشرين تمام هنا اتنين تمام تمانين شوف شوف بدأ يقل جامد 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 جدا جامد جدا هنا طبعا عشان احنا في الشارج جد وكده في السب ام كويس الى حد ما ولكنه هيبدأ ايقل برضو بعد فترة طبعا فلو قلنا السب ام الكل بتاعه بيتطوح بين اثنين دولار من اتنين دولار السبام الكل لحد تلاتة دولار لا يزيد عن كده ولا يقل عن اتنين دولار غير قليل برضو قليل الاول لما بيقل عن اتنين دولار دي حاجة تحساب لهم برضو طيب تمام يوما مي الافضل في السبام هو الانكاوي الافضل في السبام الكل هو الانكاوي تمام تمام دي حاجة احنا خلصناها طيب نتكلم على تاني حاجة هي وسائل الدفع وسائل الدفع انا كمصري فانا عندي وسائل الدفع لما يكون في حاجة اسمي فودافون كاش. عندي هنا في اي موقع. فببدأ استخدم الموقع ده مباشرة انه فودافون كاش ده حاجة نقدر اسحابها بسؤولة وبقى مضمونة بنسبة لي. تمام? فخلينا نتكلم على وسيل الدفع في لينكاوي هو وسيل الدفع بتاعته ممتازة جدا زي ما احنا جبناها قبل كده سوائن من الف الشخصي. ونجيب وسائل الدفع الخاصة بلينكاوي. هننزل تحت زي ما نشايف فودافون كاش للمصريين فقط. تمام? عندك هنا بيت كوين وعندك بيبال. انا بستخدم بودافون كاش. تمام? ودي الرقم اللي بسحب عليه الفلوس. يبقى انا بستخدم لينكاوي حد دلوقتي عشان هو طريق ستدفع فيه يا بودافون كاش وده حاجة ممتازة جدا بالنسبة اللي نقدر اسحب الفلوس بسهولة. ولا يجي لي مشاكل بقى في بيت كوين ما عرفش اسحابهم. ولا يجي المشاكل في بيبال ويقول لي الحساب مفاعل او غير مفاعل للعلم انا فعلت حساب بيبال بطريقة زكية جدا. فالعايز الطريقة دي ممكن يعمل لايك على الفيديو ده وينزل برضو في كومنت تحت ويقول لي ان هو عايز الطريقة دي وانا والله عاطم انزلهم ببشارة لان يعني الطريقة دي ممتازة جدا وفعلت البيبال ممكن اباورو لكم اخر الفيديو ان انا فعلت البيبال بماستر كارد الطريقة سهلة جدا. تمام? فاما لاقي شركة زي نكاوي كده بسيب ام الممتاز ده ولاقي فيها بودافون كاش اكيد هستخدمها. طيب تمام. نجا عند داشبورد بتاع او كات سير ايل. طيب نجا عند ونشوف كات سير ايل بتدفع عن طريق ايه? نجا عند البروفايل وننزل تحت. هنلاقي هنا بيدفع عن طريق البيبال سكرل بيتكوين. انا حطيت اكاونت البيبال وللاسف حصل مشاكل معايا لان البيبال كان غير مفاعل. عشان كده ما بعتوا ليش الدفعة اللي انا طلقتها. بكلمهم بتواصل معهم الايام دي ولكن مبردوش ولكن يعني انا الصراحة مسامح يعني في الدفعة انا استراحة اللي ما خدش بالي من النقطة اللي كانوا كانوا كانت بينها في المواقع هنا. كانوا كانت بين النقطة ان ما يدفعوش للحسابات اللي غير مفعلة. فانا مخدش بالي من النقطة دي بالزدد. ولكن للاسف يعني خلاص مش مشكلة يعني. جميع دفعات المعلقة ستورسة في الاربع ايام القادمة فهنشوف يمكن يرسلوهم ويمكن ما يرسلوهمش فانا مش عارف سرح. ولكن المهم خلانا نكمل الموضوع بتاعنا. الموقع زي كاتس يو ار ايل بستمقل ممتازل فيه بيه طروريس الدفع الحلوة ولكن مفيهاش فانا كمصري مش هقدر يستخدمه بالطريقة اللي انا عايز استخدم بها لنكاول لكن لحد الوقتي انا برضو بستخدمه. السر ان انا بستخدمه لحد الوقتي ده برضو اللي هنعرفه في اخر نقطة في الفيديو. تمام خلانا روح عن جيتس يو ار ايل برضو في من طرق الدفع الخاصة بيه انه في برضو ده فون كاش. تمام جيتس يو ار ايل في فوتفون كاش ده برضو يخليه لحد دلوقتي يستخدم جيتس يو ار ايل لانه الموقع ممتاز جدا. سي بي ام كويس مع انه بي ايل ولكن برضو هو كويس بالنسبة لي لان برضو الحاجة الاخيرة بتاعت الفيديو ده هي اللي هتفرق معانا في التلات شركات دول او تلات مواقع دول. الحاجة الاخيرة معانا هي اي هي تكرار الضغطات من نفس الاي بي. طيب انا هقول لك الحالة مهمة جدا بالنسبة الموقع الانكاوي عشان الحاجة لاتخليكم الانكاوي تستخدموش. الموقع الانكاوي يا شباب من الاخر كل 14 ساعة او كل يوميا في الموقع الانكاوي. انا مسلا الوقتي قمت جايب اه الموقع ده مسلا لو هجبت رعابط فالموقع الانكاوي infantil Erin영يري اعتبر مسلا ان دي رابط لموقع الانكاوي ماشي? ده رابط مختصر لموقع الانكاوي. انا مسلا من اشارة فيديو وحطيت الرابط دي رابط مختصره لموقع ده مثلا تحميل تيكست وده تحميل مواقع وده تحميل كزه وده تحميل كزه واحد انا مثلا اتفرجت عالفيديو وعاز انزل حملت ده اداني هنا العائد بتاعه يعني ايدي بده مياه ستا 50 مياه ستا 50 باقت مياه ستا 50 وخدت العائد بتاعه ضغط عالتاني وجي حمل انا كده بخدتش حاجه من ده فيهمتو حاجه ده تكرار الائبي في الانكاوي الانكاوي بيحسب الائبي مرة واحده بس في كل الرعاوض حتى لو كانت مختلفة فبيحسب الائي بي مرة واحدة بس حتى ما بيديكش نص الربحة و نص اي حاجة لا بيحسب الائي بي مرة واحدة بس طول 24 ساعة تمام يعني لازم يعد 24 ساعة او يعد الساعة 12 يعني لليوم اللي بعديه وعشان يحسب لك الائي بي ده مرة تانية فبيحسب لك الائي بي مرة واحدة بس كل مرة كل 24 ساعة دي مشكلة كبيرة جدا في موقع لنكاوي و اللي مخيليها الناس كتيرة جدا هتسيب موقع لكنه انا من الظلم النص الممكن ايزيب موقع النيكاوي من حركة جاش دي أن هنا كده وبستفيدش ايا حاجة من الموقع لان زي مااشايف أن الوقتي بضيف sacerd StarUp لموقع لنكايوي كل موقع فيهم هيضغط عليه سويس 2 خيديكم الشجم بالعائد النيكاوي حاجة لنكاوي اللي بيديك نص العائد في كل مرة بيضغط على الرابط حتى لو كان الرابط ده مقرر يعني مثلا من الناس اللي بيعرفوا يقرر الرابط الاختصارات تمام لو قررتها في كاتس URL بيديك نص العائد تمام نفس الكلام في جاتس URL بيديك برضو نص العائد او تقريبا ممكن يكون اكتر من نص العائد تمام في جاتس URL استراحة الموقعين دول ممتازين جدا بالنسبة للناس اللي ممكن تستخدموه الناس اللي عندها البيبال مفاعل تقدر تستخدم كل الكلام ده في البيبال او بيتكوين تقدر تسحب منها بسهولة وتقدر ما يخدوش منك عائد كبير او انت بتسحب البيتكوين لان في ناس كتير او بتعاني المشكلة دي فاستخدم كاتس URL وانت مغمد عينيك يعني كاتس URL موقع ممتاز جدا 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 تمام في السي بي ام زي ما ان شايف ده السي بي ام لكل للدول العربية وانا اكتر الدول عندي هي المغرب ومصر والجزائر فاستراحة ممتاز جدا تمام نجح على جاتس URL موقع ممتاز جدا تقييمي لكل يعني ليه جاتس URL ممتاز موقع سي بي ام بتاعه اقل من كاتس URL لكن لو انت مصري فانا برجح لك جاتس URL بالنسبة ليه بودافون كاش تمام كده خلصنا ده كله نجا عند الانكاوي امتا استخدم الانكاوي انت تستخدم الانكاوي امتا لو انت من الناس اللي بيجيبوا الف زائر يوميا لو انت من الناس اللي قدروا يجيبوا على روابطهم الف زائر يوميا تمام طيب هاولك الحاجة الف زائر دول تجيبهم ازاي مثلا لو انت من الناس اللي بنشروا روابط على صفحتهم على الفيسبوك مثلا عندك رابط فيها مئة الف ولا مئتين الف لايك فالناس بيخش على صفاتك على الفيسبوك باستمرار فانت ممكن تخش على الناس ديا او يعني تشغل مع عاكل كوي يعيش تعمل معك بشكل هلو جدا انت مسلا بتجيب خمسمائة زيارة يوميا او الف زيارة يوميا فانت تقدر تسحبهم بسهولة لان الموقع ده حاجة مهمة جدا في الموقع ده ان هو تقدر تسحب بشكل يومي على بدافون كاشف فالموقع ممتاز جدا 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 ولكن مشكلته زي ما قلت لك ان اي اي بي مقرر لا يعني نفس الاي بي حتى لو جيبت اختصر رابط تاني وتالبت ورابع نفس الاي بي لأ طول اربعة عشرين ساعة دي مشكلة كبيرة جدا تمام بتواجه ناس كتيرات الدم في موقع الانكاوي فانا زي ما قلت لو ياريت لو حد من موقع الانكاوي بيسمعني دلوقتي يشوف الفيديو ده او الناس اللي بتسمعني اتواصل الفيديو ده لموقع الانكاوي بجد مش هينفعل اللي بيحصل ده يعني كموقع ممتاز جدا وكل حاجة فيه ممتازة كمية البوب اندر اللي فيه كتيرة جدا وكمية الاعلانات وحاج كتيرة جدا فيه الموقع ولكن حركة الاي بي اللي هو عملوها دي سنوحة بتضيع طاعة الناس كتيرة جدا فيه الموقع ده يبقى انت لو بتستخدم صفحة فيها يعني عندك ترافيك عالي او على القناة بتاعتك او على الصفحة بتاعتك فانت ممكن تستخدم الانكاوي لانه هيجيب لك فلوس بشكل يومي كويسة جدا تمام اما لو عايز على المدى البعيد شوية او قناتك قليلة او صفاتك قليلة شوية استخدم كاتسوريل او جيتسوريل او حسب على حسب مستار تاعك في البيبال على حسب اه ان انت انت لو مصر مسلا ممكن تجيب بدافون كاش والحاجات دي تبقى سهل جدا بالنسبة لك يعني يحس السحب تمام فاتماني الفيديو ده يكون عجبك ويكون الدردشة دي خفيفة على الناس فاريت معرفش ابدا من الفيديو اللي اعجبك اللي عملت لايك على الفيديو ده دلوقتي تنزل دروقتي اعمل لايك على الفيديو ده وما تنسيش تعمل سبسكراب القناة كنت اعمل تشوف حلقات مستار بومتك فالفيديو ده كان اهي اول حلقة من حلقات دردشة وياريت نقرر الحلق دي اكتر من مرة في الايام اللي جاية بازن الله اه انا حاليا الفيديو ده ده بتصور يوم واحد خمسة فمش عارف ممكن ينزل امتى يوم تلاتة خمسة او اربعة خمسة او ممكن ينزل اتنين خمسة المهم انها عند بكرة امتحان عربي تقريبا فالدولي هتو معا كلكم بازن الله ان الواحد يعدي السنة دي بنجاح بازن الله كان معكم مصطفى انقرات مستار بونتك ياريت الفيديو اعجبك لايك الفيديو واريت تعمل سبسكراب القناة ستجد اعمل شير للفيديو وت تشوف اخر الحاجات بتاعتنا هل بدون نشور كل حاجة على الفيسبوك تقريبا فياريت تخش تشوف صفحيتنا على الفيسبوك وتعمل لايك لصفحيتنا على الفيسبوك وتعمل هنا متابع وبعد كده تعمل هنا شاهد اولا بحاجة توصل لك كل حاجة على صفحيتنا على الفيسبوك كان معكم مصطفى انقرات مستار بونتك مرة تانية شكرا شوفت الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكالعادة باردو نسيت اوريكم البيبال المفاعل فبنضغط فين بالزبط عشان نجيب التفعيل ايه زيون شايف تمت اضافة بطاقة تمت اكيد الانوان تم انشاء الحساب تمام اضافة البطاقة الضافت زيون شايف فتمام يعني شباب طريقة سهلة جدا انشاء الله لو عجبك الفيديو ده قوي عملت اللعяك الفيديو ده ولقيت الفيديو ده وصل لعدد كويس جدا ملابقات مسلاً ميت لايك الرايت يعني يا وصل ميت لايك الفيديو ده فان شاء الله هنزل طريقة فشائرتا هنزل الطريقة لعمل بيبال مفاعل وجود تفحيل بيبال حتى لو قديم او حتى أنا اصلا بيبال بتاعي قديم يعني ففعلته بتلاقة سهلة جداً ب differential card بس التراية سهلة جداً بإضافة بالístرد بس اتسيالة جداً اشتركوا في القناة